بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فإن العقود في وظائفها المختلفة وفي علاقتها بالمال يمكن أن تصنف يمكن أن نقول مثلا بأن هناك عقود ناقلة للأملاك ناقلة لملكية المال من فلان إلى فلان ويمكن أن أقول بأن هناك عقود وضعها الشرع الشريف لاستثمار المال لتنمية المال ويمكن أن أقول بأن هناك عقود تؤدي خدمة في المجتمع هذه العقود التي تؤدي خدمة في المجتمع يطلق عليها الفقهاء بأنها عقود إرفاق يعني بأنها تؤدي إلى الرفق وتؤدي إلى المعونة وتؤدي دور كبير في المجتمع لنفع الناس بعضهم البعض الآخر مثال ذلك في عقد القرض هذا عقد موضوع لمعونة الناس لأجل أن ندفع أو أن نزيل حرج عند إنسان يحتاج إلى المال فيأتي إلى فلان الآخر الغني المقتدر ويقترض منه مثلا مبلغا من المال هذا المبلغ المقترض هو انتقل إلى فلان بالقرض لكن يجب رد مثله إلى المقرض لكن هذا المقترض لما اقترض سألناه لماذا تذهب إلى فلان لتقترض قال لأنني في حاجة ماسة في حوائجي اليومية وفي متطلبات الحياة وفي متطلبات أولادي وزوجتي ونفقات البيت إلى آخره يعني أنا في حاجة إلى هذا المال إذن لما أعطى له المقرض هذا المال أزال هذه الحاجة رفعها أعانه على أمر الحياة لكن المقرض الدائن ما زال يعني في شغف إلى رد هذا المال إليه عند الوقت المحدد لرد المال لنا هنا أن نسأل سؤالا هل يمكن لهذا المقرض في هذا عقد القرض الذي وضع رفقا بالناس هل يجوز لي أن أقول لهذا الإنسان ونتفق معا كمقترض ومقرض على أنني أقرضك لكن ترد لي بالزيادة ترد لي العشرة إحداشر أو ترد الخمستاشر سبعتاشر العلماء جميعا قالوا هذا الشرط باطل وهو محرم لماذا؟ لأن هذا الشرط من الطرفين هنا وهنا بلا شك أن المقترض سيكون في هذه الحالة مغلوبا على أمره وسيقبل لأن الحاجة التي هو فيها هي ستكون ضاغطة عليه لأجل أن يقبل هذا الشرط ولذلك أنتم يا عاقدان يا مقرض ويا مقترض بهذا الشرط أخرجتما هذا العقد عقد القرض عن طبيعته التي هي إعانة ورفق وخدمة للمجتمع أخرجتموها بهذا الشرط إلى ذائرة الربحية يعني جعلتوا هذا العقد أو جعلتما هذا العقد عقد ربح عقد يتوصل به إلى أن نربح والعلماء جميعا لم يقولوا بأن عقد القرض من عقود التربح ولذلك أي شرط يشترط لأجل أن نتربح من هذا العقد يكون شرطا باطلا باتفاق العلماء ويحرم على المقرض أن يشترط مثل هذا الشرط ربما أن المقترض يكون مغلوبا على أمره في هذه الحالة ولماذا نقول للمقرض ونحذره من هذا الشرط لأن الربح الحقيقي إنما هو مع الله سبحانه وتعالى هل تعلم أيها المقرض الذي أنت أزلت حاجة عن أخيك في نفقة أو في تعليم لولده أو في أمر من أمور الحياة هل تعلم بأن هذا القرض الذي أنت أعطيته له هو يزيد عن التصدق أو عن الصدقة بالصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر ضعفة إذا كانت الصدقة التي تعطيها أنت مباشرة إلى الإنسان ولا تسأل عنها هي بعشر حسنات مثلا فما بالك بالقرض الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون بثمانية عشر يعني هو أعلى من الصدقة إذن الربح الحقيقي ليس في هذا المجال الدنيوي بل الربح الحقيقي متمثل في أمرين في هذه الراحة التي يرتاحها كل العاقلين المقترض يأخذ المال وترفع حاجته يقضي حوائجه وينفق مما ييسر عليه أمر الحياة والمقرض أو الداء في راحة نفسية لأنه أحس بأنه رفع حاجة وضرورة عن إنسان ثم من ناحية أخرى وهي الأهم أن له عند الله سبحانه وتعالى أضعاف مال الصدقة من أجر وثواب وفقنا الله سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم